الفريق الأمريكي أقوى بكثير من الفريق الويلزي ربما الفريق الويلزي سوف لن يذهب بعيداً في هذه البطولة وربما خروج مبكر لأن الفريق الأمريكي قدم مستوى خلال هذه الشهر هذا جانب يعني البطاقة الثانية أمريكا إيران يعني هذه المواجهات من أيام التأهل من أيام المونديال القديم على المشهد العام المشهد السياسي يعني البطاقة الثانية ستنحسر بين إيران وأمريكا هسا إحنا رح نقول البطاقة الأولى وين راح يعني قرأتها في السياسي يمكن قرأتها إحنا نقول دائماً الفريق الفريق اللي يكسب أول ثلاث نقاط نعم بالمناسبة يعني حد اللحظة يعني المعد المساعد مساعد المعد زودني بالنتيجة لا تزال بهدف للا شيء يعني خلي نقول للفريق ربما شون اللي راح يصير خلي نقرأ هاني خلي القرأة اللي بعد المباراة أو بعد المباريات أو المادنتي أكو صراع هو راح يكون أمريكي إيراني صراع كروي كروي نعم كروزيال نعم يعني بعقلية سياسية راح تدخل المباراة سياري كما حدث في المباراة الشهيرة حميد السلي ومهدفيكي وخده دا عزيزي من سجل الهدف الثاني نعم وطلع الأمريكان أنا أقول هو حتى يكسبون المنتخب الأمريكي ويكسبون ويلز حتى يتهنوا أوكي لنفرض كسبوا أمريكي وتعادلوا ويلز صارت حدهم أربع نقر إنجلترا يحتاج إلى فوز واحد آخر صارت عدس نقاط تبقى المباراة الأخيرة التي تجري في التوقيت نفسها في وقد وعد لكن هلات يعني تتحكم بها ولا ما أنت داخل وتعرف اشقد عدتك يعني مشكلة هاي هذه مشكلة يعني مشكلة أنه المنتخب الإيراني يعني صار في مجموعة إنجلو أمريكية إنجلو أمريكية يعني منتخبان من ولد العام مشكلة يعني إذا احتاج المنتخب الإيراني مثلا إلى جهد الآخرين فهو لن يجد سواء قداب لاعب